قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس الله عز وجل بيّن لنا نوعين من الأفعال في القرآن الكريم المتعلقة بما نحن بصدد الكلام عنه نوع مذموم ونوع محمود النوع المحمود بيّن لنا الله عز وجل هو الذي يجب علينا أن نتأسى به ونتبعه فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أسوة حسنة على القراءة الأخرى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبين لنا كيف أن الأقوام السابقة وحتى الأقوام اللاحقة كيف أنها تأست بمن لم يجب عليها أن تتأسى به قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزر الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الآية هنا بيّنت كيف أن الناس اتبعوا قدوة أخرى ما كان يجب عليهم أن يتبعوها القصص القرآني مليء بما حدث للأنبياء مع أقوامهم وكيف أنه كان من أقوامهم من اتبعهم واتخذهم قدوة ففاز وفلح وأنجح وكيف أنه كان منهم من تنكر لهذه القدوات ليس لأن حياته كانت فارغة من القدوات بل لأنه اتبع قدوة سيئة فمنهم من اتبع الآباء حتى ولو كانوا على باطل ومنهم من اتبع الأنبياء لأنهم كانوا على الحق إذن في نهضة الأمم أو في تدني مرتبتها أو حتى في هلاكها عياذا بالله وإبادتها نجد أثرا كبيرا لمفهوم القدوة يعبر عنه بالقدوة يعبر عنه بالأسوة يعبر عنه بالمثل الأعلى يعبر عنه بالمثال الذي يحتدى به هذه كلها ألفاظ متقاربة تعبر عن الشيء نفسه وهو أن يجد الإنسان أمامه مثلا يتمثل فيه الأمور التي يريد أن يحققها أو يعني يصبو لتحقيقها إما بشكل كلي وإما بشكل جزئي فيتمثله أمامه ثم يسير على خطاه ويقتفي أثره فإن كانت القدوة صالحة كان السير سيرا نحو الصلاح وإن كانت القدوة سيئة عياذا بالله كان السير نحو ما لا تحمد عقبه كل أمة لها قدواتها وهذه الأمة الإسلامية المباركة منذ أن بعث الله عز وجل فيها أفضل من يقتدى به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما بيّن لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في مجال وليس قدوة في مجال آخر قال لنا لقد كان لكم في رسول الله هو بذاته بصفته بأفعاله كلها عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونعت الإسوة ووصفها بالحسنة لأن الإسوة يمكن أو الأسوة يمكن أن تكون سيئة عياذا بالله قال إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني من كان يعلم أنه سوف يلقى الله عز وجل فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم هذه الأوصاف التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام من أوصاف الكمال البشري بثت عن طريق تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تربية إسلامية شرعية دينية صحيحة بثت كل هذه الأوجه وهذه المعالم لهذه الشخصية المباركة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بثت أوجهها وجنباتها ومكوناتها بثت في أصحابه فكانوا لنا خير قدوة لخير أمة خير قدوة أثنى عليهم الحق سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يعني الله عز وجل أثنى على هؤلاء الناس وجعلهم لنا أسوة نحتذي بها وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بالثناء عليهم إذ قال ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ويقصد بذلك الصحابة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة بل وبينا كيف أنه يجب علينا أن نتبعهم في أمور فهمهم للدين لأنه الفهم الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه حديث العرباض من ساري المشهور حيث قال عندما تكتروا الاختلافات والفتن كيف نتصرف قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد إذن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم أمرنا باقتفاء أثرهم والاقتداء بهم والتمسك بسنتهم لأنهم هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا نزول الوحي لم يكونوا يفعلون صغيرة ولا كبيرة إلا بأن يردوها للنبي صلى الله عليه وسلم فيفصل بينهم فكان تطبيقهم للدين تطبيقا صحيحا هل معنى اقتدائنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نتبعهم في الألوان التي كانوا يلبسونها في طريقة قص شعرهم في أحذيتهم فيما كانوا يركبونه لا نتكلم عن الأمور الدنيوية الأمور الدنيوية وما تستقيم به حياتنا الدنيا هذه أمور يمكن للمسلم أن يقتفي أثر غير المسلم وهذا لا يضر ما دام الأمر لا يمس بعقيدته وبشريعته فمثلا لو وجدنا الآن في المعاصرين ممن لازال حيا أو ممن مات قريبا لو وجدنا فيهم رجلا بلغ من علم الرياضيات مثلا مبلغا عظيما هل لمجرد أنه ليس على عقيدتنا أننا لا نقتدي به في هذا الباب نقتدي به في هذا الباب لكن يقتصر اقتداؤنا به على هذا الباب ومن هنا أمر معكم إلى إحدى النقط التي شكلت خللا على مستوى القدوات بالنسبة لهذه الأمة في عصرها الراهن الله عز وجل جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء قدوة لنا في الأقوال والأفعال بل حتى في الأحوال فيما يتعلق بمواجهة الابتلاءات في كيفية الصبر في كيفية الخوف في كيفية الرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات ثم جاء جيل الصحابة ليسطر لنا بحروف من ذهب وبأوجه من نور القدوات التي نتبعها ثم عجن أولئك الصحابة بماء النبوة عجن جيل التابعين ثم خرج لنا منهم قدوات في شتى المجالات وهكذا يعني توارث أجيال هذه الأمة ما بين الخلف والسلف توارثوا جمعا من القدوات نقتدي بهم ثم جاء على الأمة زمن الإنحطاط فذابت هذه القدوات وقع تفكيك وهذا كان أمرا مقصودا من أعداء هذه الأمة وقع لهم تفكيك بين المطالعة والقراءة والعلم وبين الأمور يعني أمور المعاش والدنيا فشغلوا الناس بعد تفقيرهم وتجويعهم شغلوهم بكسب قوتهم اليومي وفرقوا بينهم وبين محاضن العلم من كتاتيب ومدارس للتعليم الشرعي العتيق وحددوا لهم حتى الدوائر التي إن أرادوا أن يطلبوا فيها العلم يعني بشكل تعليم النظامي حددوا لهم الدوائر ولم يكونوا يعلموهم بشكل عالي كما يعلمون أبناءهم فوقع هذا الشرخ في الأمة فلم تعود الأمة تطالع في كتبها في سير سلفها فظنت الأمة أنها لا تحتوي على قدوات ولا تضم أسوات وليس لها من تقتفي أثره فلم يبقى أمامها وهذا أمر فطري جيب لي الإنسان يحب أن يرى قدوة أمامها فلم يبقى لهم من القدوات إلا القدوات المستوردة التي لمعها الإعلام فجعل منهم أبطالا وإن كانوا مزيفين لكن طريقة التلميع جعلت منهم أبطالا فاتبعهم الناس جعلوا لهم أبطالا صحيح على مستوى الاختراعات والابتكارات لكنهم قد يغفلون مثلا أن مختارع الآلة التي في خلال الحرب العالمية الثانية أن مختارع الآلة التي بموجبها استطاعوا وكان متفوقا في علم الرياضيات الآلة التي بموجبها استطاع الحلفاء أن يكشفوا الشفرات التي الشفرات التي بموجبها كانت قوات الجيش النازي والجيش الفاشي الإيطالي والجيش الياباني كانت هذه القوات كانت تشفر رسائلها فهذا العالم البريطاني اكتشف هذه الآلة واخترع هذه الآلة التي بموجبها يتم كشف هذه الشفرات وفضح أسرار العدو عدوهم طبعا لكن عندما يبينون هذه المسألة ويلمعون هذه الصورة لا يذكرون للناس أن هذا العالم كان عنده إشكال عن مستوى المعاملات وهو كان ابتداء كان متعجرفا متكبرا بشهادة من صحبه في تلك المرحلة وكان رجلا يعاني سأل الله العافية كان يعاني من الشذوذ الجنسي كان شاذا جنسيا فهذا أمر لا يذكر ثم يلمعون لهم الفنانين فيأتونهم بمغن مشهور فيذكرونه لهم في الإعلام ويبينونه يوضحون صورته على أنها قدوة وعليه أن يتبع إلى غير ذلك لكنهم لا يذكرون أن هذا الفنان مثلا أنه مدمن للخمور أو مدمن للمخدرات أو أن علاقته بالنساء علاقة محرمة غير شرعية نحن لا نتهم الجميع أنهم هكذا لكن أوساط هذه الأوساط إنما تعج بمثل هؤلاء الناس وسط هذه العتمة وهذا الظلام الذي لا تبرز فيه هذه النجوم إلا من جهة واحدة مزينة ملمعة تزيينا شيطانيا صار الناس في أمة الإسلام والمسلمين تائهين يبحثون عن قدوة وكما ذكرت لكم فالإنسان مجمول على اتباع قدوة فعندما يولد الولد ابن كان أو بنت فأول قدواته هما أمه وأبوه فإذا أراد أن يقلد ابتداءاً بالكلام فهو يقلد كلام أمه وأبيه ثم بعد ذلك يقلد المشية وكل من لديه أطفال صغار فقد لاحظ كيف أنهم يحبون نزع أحذيتهم الصغيرة من أرجلهم ويحبون أن يلبسوا أحذية آبائهم وأمهاتهم الإنسان مفطور مجمول على أن يقلد شخصاً أن يقتدي بشخص فما لم نقدم لأولادنا وبناتنا القدوة الحسنة الصحيحة الصالحة فسوف يقتدون بقدوة سيئة فاسدة مفسدة والواقع يعني خير شاهد وخير دليل على ما أقوله لكم الآن إذن عندنا أو علينا مسؤولية جسيمة ألا وهي مسؤولية إحياء القدوات في مجتمعاتنا ابتداء من أول مدرسة ألا وهي البيت علي وعليك أيها الأب وعلي وعليك أيها الأم مسؤولية إعادة صناعة أنفسنا صناعة صحيحة أنا لا أقول أنه يتوجب علينا أن نصير ملائكة فالإنسان إنسان والملك ملك والجن جن والرب رب سبحانه جل في علا والرسل والأنبياء شيء وعموم الناس شيء آخر قضية هذه القدوة علينا أن نفقها أننا نحن الأباء والأمهات نحن أول قدوة في حياة أولادنا فلنكن بذلك قدوة حسنة المسألة الثانية المدرسة الثانية وهي حيث نضع أولادنا وبناتنا علي وعليك أيها المدرس أيها المدرسة أيها الأستاذ الثانوي أيها الأستاذ الجامعي أيها الأستاذ الجامعية علينا جميعا هذه المسؤولية نحن قدوات لطلابنا شئنا أم أبينا نحن قدوات لطلابنا لا يعني أننا لا نخطئ علينا أن نعلمهم بأننا بشر نصيب ونخطئ لكن نوعية أخطائنا عليها أن لا تكون في درك معين المسألة الثالثة معاشر الإعلاميين علينا وعليكم مسؤولية جسيمة والله الذي لا رب سواه سنسأل عنها غدا يوم القيامة وستسألون عنها جميعا أيها الإعلاميون أنتم من يروج للقدوات لأبنائنا أنتم من يروج القدوات لأبنائكم فروجوا لهم قدوات يصركم غدا يوم القيامة أن تجدوها في صحائفكم لا تروجوا لأولاد المسلمين ولا حتى لغير المسلمين لا تروجوا لهم قدوات تأخذ بي يعني تسوقهم عياذا بالله إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا قبل الآخرة ثم نقطة أخيرة قبل أن أختم هذه القدوة علينا أن نبين لأولادنا وبناتنا ولعموم المسلمين أن القدوة إذا اقتدينا بها واقتسينا بها إنما نقتدي بها في الجانب الذي يجب علينا أن نقتدي به فيه وهو الجانب الذي يصنع النجاح ربما ليس في تفاصيله الدقيقة لكن في معالمه الكبرى ومعالمه العامة مثلا لو أخذنا بعين الاعتبار أبا يحب القراءة فهذا لا شك سيؤثر في أولاده لكن عليه أن يبين لأولاده أنهم ليسوا ملزمين بمطالعة نفس الكتب التي يطالعها أو بمطالعة الكتب التي تتطرق لنفس المجاري الذي يطالعه فمثلا أب مهتم بجانب السياسة فهذا سيقرأ كثيرا لكتب السياسة فالولد يتأثر في هذا الباب لكن الولد قد لا يكون له ميول للسياسة بحسب السن بحسب الميول بحسب التأثير بحسب الوسط الذي يكبر فيه في البيت وخارج البيت أيضا ففي بعض الأحيان يعزف الولد عن القراءة لأنه يريد أن يقرأ ابتداء مثل أبيه لكنه لا يفهم أمور السياسة فيظن أنه فاشل في باب القراءة فيعزف عن أبيه وعن القراءة وعن السياسة ثم بعد ذلك تجده قد سلك سبيلا آخر غير السبيل المحمود الذي كان عليه وهكذا نبين للناس أن هذا المجال علينا أن نقتدي فيه بهذا الشخص لكن لسنا ملزمين ولا مضطرين إلى الدخول في تفاصيل ذلك المجال علينا أن نحبب لأولادنا القراءة والمطالعة ونبرز لهم قدوات في هذا الباب علينا أن نبين لهم أن الشاب الذي والشاب التي يعني يختارع في مجال معين من مجالات العلوم هذا قدوة يجب أن يشهر ويظهر نبين لهم كيف أن أبناءنا من أبناء المسلمين بينهم مختارعون بينهم رياضيون متميزون بينهم فيزيائيون متميزون بينهم كيميائيون متميزون بينهم رياضيون من الرياضيات ليس من الرياضة رياضيون متميزون نبين لهم أن منهم مطالعون متميزون وما الفتاة الصغيرة المغربية مريم أمجون حفظها الله وبارك فيها وأنبتها نباتا حسنا وسائر أولاد وبنات المسلمين وما مريم أمجون عن نبي بعيد عمرها لم يجاوز يعني السادسة أو السابعة وفازت بالجائزة الأولى العالمية للقراءة باللغة العربية يعني نبرز لأولادنا هذه القدوات ونبين لهم هذه الأسوات ونحفزهم على أن الفوز والنجاح باتباع هذه القدوات البناءة عسى أن نعيد بناء مجد هذه الأمة وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه جعل الله عز وجل منا ومنكم قدوات صالحة حسنة يعني يقتفي أثرنا أبناؤنا وبناتنا من بعدنا فتخلد أذكارنا عند ربنا عز وجل في الصالحين وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس